حياكم الله مجدداً في أهلا بالعرفج لعشاق فقرة سؤال العرفج سنسمعها الآن بصوت زميننا محمد الأرجاني ناصية يقول جوزيف أديسون إذا نجحت فعليك أن تطلب المزيد وسؤال العرفج هنا لماذا يتوقف الكثير من الناس عند أول نجاح يحققونها ولماذا يترك الطلبة البحث عن العلم بعد تخرجهم من الجامعات والمدارس أليس خير الأعمال أدومها عقدة النجاح وش مدى حقيقتها والله الصحيح حقادي دائما نابليون كان يحذر يقول أن النجاح أكبر مخدر للإنسان إذا كان الإنسان ضحل ولا عنده بعد نظر شوف أنا أختصرها لك أنا سويت عبارة أن النجاح كالاستحمام تحتاجه كل يوم النجاح زي الاستحمام لا يمكنك أن تقول أن تروشت الأسبوع الماضي لا يقول كل يوم تتروشت هناك نجاح ثلاثة نوع بالنسبة للأفراد الدول مضوع ثاني لأن الدول يحتاج لها محاضرة عندك نجاح يومي ونجاح أسبوعي ونجاح شهري وسنوي وعشر سنين وخطر دائم أو طويل أحسن طويل أنا هذا هو طويل شهري نصف شهري نصف فصلي نصف سنوي سنوي خمس سنين عشر سنين النجاح اليومي لازم كل يوم تحقيق نجاح صغير مثلا إيش النجاح الصغير أنت بينك وبين أستاذ مهد قديمة فتحت الصباح الجوال وكلمت وقلت له والله بس مكالمة واشكرك فيها هذا نجاح يعطيك حافز يا بو يحيا جميل في الحياة هذا واحد صحيح والله في الصخانة تنقط تنقط ومن سنة مأجل تصليحها صلحتها ترى أكبر دافع للسعادة هو الإنجاز والإنجاز لا يتحقق إلا بعض الناس ما عنده لنجاح كبير لا يا أخي النجاحات الصغيرة مفرحة زي ما أن النجاحات الكبيرة مفرحة النجاحات الكبيرة أنت تتخرج من المجستيرة والدكتورة عادة بغالها ثلاث سنين لكن أنت لازم تغذي نفسك بنجاح يومي نجاح اليومي أني والله ساعة طفل على قطع الشارع كانت مرأة كبيرة في السن شلت عنها وديت لها شوف أنت لما تروح البيت إن جاءت شغلة مؤجلة بالضبط موعد قديم دائما نسمعها حانا نقولك يا أخي والله تحت الحمد لله كنت لسانة بضم بنتي في التابعية أو أضمتها العام في حفظ النفس فاتورة قضية بينك وبين واحد إنجزتها اللي يذبح الأعمال ويخلك ما تنجح هو التسويف التراخي الملل أسباب كثيرة ما بنذكرها خلينا نذكر النجاح فإنت لازم يصير عندك أنا أسمي دفتر صغير اسمه سجلة نجاحات نجاحات يومية نجاحات سبوعية أنت تتبع الإسلام الإسلام صلاة الجمعة مرة وفي كل يوم صلاة وفي كل شهر عبادة معينة وفي كل سنة عبادة معينة مثل رمضان أنت تتبع هذه الطريقة وما تنتظر لنجاحات الكبيرة ما تجي دائما في نجاحات صغيرة ومتوسطة أنهيت قراءة كتاب وكافأة نفسك بسكريم بعد القراءة هذه النجاحات الصغيرة لأن النجاح الكبير عبارة عن نجاحات صغيرة ولا تنتظر النجاح الكبير ممكن ما يتحقق ولا تؤجل النجاحات الصغيرة علشان انتظار النجاح الكبير هذه هي النجاحات الصغيرة هي المغذل اليوم طيب سؤال دكتور هل يمكن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نعتبر أن الحصول على النجاحات الصغيرة حافظ أو دافع أو طريق للنجاحات الكبيرة أو لا أنت شكولهما النجاح جر نجاح أنت لما تخطب خطبة وتنجح ثاني يوم تشتهل الخطبة وبعد وبعد تخيل خذ المسألة بالعكس لو ما حققتها حتلاقيها أقضى أي شيء تحققه من أولوياتك أنت ارتحت سددت الفاتورة تحت اشترت أرض تحت يعني هم وطح عنك لأن الحياة ولقد خلقنا الإنسان في كبة الإنسان مجموعة لكن أنا أقول لك أنا مركز على النجاحات الصغيرة أن الإنسان لازم يعملها النجاحة تكلم أمك أمك راضية عليك دعت لك دعوة هذا نجاح صغير أنت فرض العكس لو أمك زعلنا عليك كيف سيكون وضعك أنت لو أنك الصباح مثلا كده توضيت صليت صليت ركعتين لله كده شكر مولاد الصلاة بس الصلاة العبادة الواجب هذه ما يفرغوا منها صليت كده لله مثلا فتحت القرآن وقريت جزء عما كله كده لله ستشعر بيومك أنا أقول جرب أبو يحيا كله أنت والمشاهدين والمشاهدات جرب النجاحات الصغيرة أنك تقرأ كتاب تقرأ مقدمة كتاب تتصل على واحد صلة رحم تروح لخالة تزورها تروح لأبوك تقول لها تبقى شيء تشتري هدية لأمك بدون سبب ترى لما تهديها أنت بالعيد هذا ما لك فضل هذا مبرمج على العقل الدهشة لذلك البنات يحبون هذه الحركات السبريز لأن أنت لو قلت لها أريد أن أعطيك هدية لكن لما تقول لها تفضلها هذه يوم تنقذ وتفرح ليه الدهشة مهمة فيها الأعمال النجاحات الصغيرة مربوطة بالدهشة جميل جدا إذن من النجاحات ودهشتها وجمالها